قال الرئيس عبدالفتاح سيسي أن مصر بادرت باستقبال مئات الألاف من الأشقاء السودانيين فور اندلاع الأزمة مشيرا إلى تقديم مصر مساعدات إغاثية عاجلة للسودان من المواد الغذائية والمستلزمة الطبية وشدد رئيس سيسي على أن مصر ستبدل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني فور اندلاع الأزمة في السودان بادرت مصر باستقبال مئات الألاف من الأشقاء السودانيين الذين ننضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاسية عجلة تضمنت مواطن غزائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية وود أن أؤكد هنا أن مصر ستبزل كل ما في وسئها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها المليم من أبنائه خلال ثوراته المجيدة في العيش في وطنه بأمن وحرية وسلام وعدالة كما ستعمل مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المنحة للسودان عبر الأراضي المصرية ترح رئيس سيسي رؤية مصر لخروج السودان من مأزقه هو أوضح أنها ترتكز على مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والدخول في مفاوضات جادة وتسهيل نفاذ المساعدات وإقامة ممرات إنسانية كما دعا الرئيس عبد الفتاح سيسي إلى إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشارقة القوى السياسية والمدنية لبدء عملية سياسية شاملة تلبط محاط الشعب السوداني مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار ثانيا مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ثالثا ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافر المساعدات الإنسانية ولموظف الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم ثالثا إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثل المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية رابعا تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة وخلال كلمته وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى الشعب السودانية طلب فيها الأشقاء كافة في السودان لألاء المصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية السيدات والسادة اسمحوا لي قبل أن أختتم كلماتي أن أتوجه بكلمة لشعب السوداني الشقيق والعزيز إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي قلوب كل المصريين نشرب معنات أشقائنا في السودان ونتألم لآلمهم وندعو الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت ومن هذا المنطلق نؤكد ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار أو أمن السودان بل والمنطقة وأشدد مرة أخرى على أن مصر لن تدخل جهدا للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصديقة والصديقة